أهداً تملأ الآفاق عطراً ونوراً يملأ الآفاق ضياً روى البيهق عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا يقول بقيها ابن الوليد قال لي الأوزاعي يا بقية لا تذكر أحداً من أصحاب نبيك إلا بخير يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عنهم فليس بعلم الله أكبر الآن يضرب مثالاً عظيماً ودرساً عظيماً في الاقتداء أولاً في معرفة مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشده قال لا تذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وهذا مصداق لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث بسعيد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مخرج في الصحيحين قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفاً انظر إلى فضل الصحابة لو أني أنا أو أنت أنفقنا مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله وجاء الصحابي فأنفق مد أو نصف مد لكان هذا المد أو نصف المد أفضل عند الله جل وعلا مما أنفقته أنا أو أنت من الجبل العظيم الذي كأحد ذهباً أنفقناه في سبيل الله لأن سابقة الصحابة رضي الله عنهم لها مزية يقول الأوزاع في وصيته يقول وما لم يجي يقول يا بقيها العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أيها الإخوة علماء السنة جعلوا لنا ميزاناً الميزان هو الصحابة رضي الله عنه لماذا؟ لأن الدين الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الذي تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة فهل يكون من بعد الصحابة أعلم منهم بالدين؟ لا فلذلك يقول العلماء أي عمل يُعرض على فعل الصحابة فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوه وإلا فالخير في تركه يقول حُذيفة يقول وأي عبادة لم يتعبَّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يتعبَّد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فلا تعبَّدوها يقول الأوزاع وما لم يجي عنهم فليس بعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان هذا هو العلم هذا هو العلم أيها الأخوة العلم الذي جاء عن الله في كتابه وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح وما روي عنه وجاء عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضهم